بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي الحلقة الثامنة من برنامج التفسير الاجتماعي للقرآن وذكرنا في الحلقات السابقة بعض هذه التعاليم الأخلاقية ذات التعلق بالاجتماع والمجتمع وفي هذه الحلقة نواصل ذلك البحث الذي كان لنا في الحلقتين السابقتين حول هذه الآية وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي والنقطة التي أريدها لهذه الحلقة هي أن هذا الشكر الذي نوجهه إلى الله سبحانه وتعالى هذا الشكر بالنسبة إلى نعمة أي نعمة؟ نعمتك التي أنعمت علي يعني هناك نعم إن الله أنعمها علينا وهذه النعمة وجودنا وحقيقتنا وكياننا وكل ما لدينا في الماضي والآن وفي المستقبل غير أن هناك كلمة أخرى وعلى والدي لعل قائلا يقول على الوالدين أن يشكرا الله سبحانه وتعالى به أنفسهما لماذا هنا على الوالد أن يشكرا الله على النعم المنعم التي أنعمها عليها والنعم التي أنعمها علي والديه يعني هل هناك شيء في هذا؟ الحقيقة أن الوالدين ليسوا منفصلين عنك وأنت لست منفصلا عنهما لابد أن تشكل أيها الإنسان حلقة منسجمة من نفسك ومن والديك أنتما في جبهة واحدة النعم التي للوالدين أيضا نعمة لك لأنك منهم منهما فليس النعمة التي لك منفصلة عن النعم التي للوالدين فهذا من جهة يعني أن الله سبحانه وتعالى عبر هذه الآية يريد أن يقول لنا لا تنفصلوا عن الوالدين لا تجعلوا شخصيتكم شخصية منخاضة عن الوالدين هما شخصان و أنت شخص آخر لا أنت منهما أنت منهما النعم التي أنعمها عليهمها هي التي مهدت الأرضية لوجودك لكي تخلق و لكي تنشأ و لكي تأتي إلى الساحة و تنشأ في هذه الدنيا فإذن هذه نقطة يمكن فهمها و استنباطها من هذه الآية و هناك شيء آخر أن هناك أصل و قائدة تقول من لم يشكر الناس لم يشكر الله يعني مفتاح الشكر لله الشكر للناس من يكون تعامله و تفاعله مع الناس لا على أساس الشكر فهذا بطريق أولاد لا يستطيع أن يشكر الله سبحانه وتعالى فهنا لو لم نشكر الوالدين و لم نراعي ذكرهما و لم نراعي حقهما و لم نراعي ولا نلتفد إلى نعمهما فنحن يعني في الواقع لسنا شاكرين للوالدين و مثل هذا الشخص الذي يكون حاله هكذا كيف بالإمكان أن يدخل في الشكر مع الله فإذن هذه الآية التي في مقام الشكر و بيان الشكر و جعل الشكر كنقطة انطلاقية هذه الآية تركز على الشكر للوالدين قبل الشكر لله سبحانه وتعالى و قضية الوالدين مهمة جدا إلى تبلغ أهميته إلى حد حتى لو جاهدا يعني الوالدين حسب القرآن جاهدا لكي يجعلانني مشركا بالله نعوذ بالله فعلينا الله نتيعهما ولكن في نفس الوقت صاحبهما في الدنيا معروف يعني المصاحب معهم الشكر لهم الكون معهم بشكل معروف لا بشكل أن نكون في بعض الأحيان معهم أو نتصل تليفونيا بهم لا ليس هاكذا لا بد أن نصاحبهما في هذه الدنيا في هذه الدنيا ليسا مساحبه عادية بل مساحبه معروفه هذا هي وظيفتنا هذه شكر للوالدين والشكر للوالدين نقطة الانطلاق للشكر لله سبحانه وتعالى وهكذا تتعرك على العملية في الإنسان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة